الميت بالطاعون شهيد، والميت بالحرق شهيد، والميت بالغرق شهيد، والميت بالهدم شهيد، والميت بدأ البطن شهيد، والميت بذات الجنب شهيد، والميت ليلة الجمعة أو نهارها لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر وكذلك الموت في ساحة القتال شهادة كما هو حال إخواننا في غزة مع اليهود ويغفر للميت في ساحة القتال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحلى حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويشفع في سبعين إنسان من أقاربه وجبت لهم الجنة كذلك الموت غازيا في سبيل الله شهادة والموت بالطاعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم الموت بداء البطن لحديث الأول ومن مات في البطن فهو شهيد والحديث الثاني من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره كذلك موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها لحديث عباد بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسراره إلى الجنة كذلك الموت بداء السل شهادة وكذلك الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه شهادة كذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقوتل فهو شهيد كذلك الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد كذلك الموت مرابطا في سبيل الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر كذلك الموت على عمل صالح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة ومن تصدق بصدقات ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة نسأل الله أن يثبتني وإياكم على صراطه المستقيم وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتنين فإنه نعم البولى ونعم النصير ونعم المعين إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيو الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سليما وقل النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر فاللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لك يا ربنا يا رازقنا يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا رحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين سبحان ربك رب العلسة عما يصفون وسلامنا المرسلين الحمد لله رب العالمين